حابة يبقى البيل حلوية ازاكم عاملين ايه رب تكونوا خير النهاردة فيديو جديد بقراءة جديدة الفيديو النهاردة الحقيقة انا اخدته من كومنت لبنوتا كانت كتبة هل انت المقصود بالذي هنشره يعني ازا كان الشخص اللي انت هتحطه في بالك لان دي مش هتلفه على حد غاحد دي على اي حد انت تحطه في بالك وحاسس ان هو بيقصدك باللوج انشره على موقع تواصل اجتماعي وحاسس ان هو بينزل استوريهات بينزل بستاد بينزل اي حاجة بيكون اصدق انت فيها سواء اصدق انه بينمحلك بالاعجاب او بالحب او سواء اصدق انه عاوز يرجع تاني في حياتك او انه تعبان من غيرك على حسب حالتك انت اللي هتكرر وهنشوف ازا كان هو فعلا بيقصدك ولا ما بيقصدكش عادي هو بينزلي حاجات دي وبيعمل كده فاني حد تاني مش اصدق وخلاص يعني اي حاجة تمام اه كمان ممكن ديفو عليها ازا كان الشخص ده انت بتشوفه وجهن لوجه اه هل نظراته ليك هل اه الحركات اللي بيعملها او بيبقى قاصد ان هو يعملها في وجودك هل اه الحاجة زي بيبقصدك بيها ولا لا يا ترى برضو بيبقصد ايه او عاوز يفهمك ايه تمام دي هتبقى قرائتنا النهاردة كمان هنشوف هل يوجد تطور في علاقتكم ببعض يعني سواء مفيش اعتراف ما بينكم هل هيكون في اعتراف اه طيب لو انتم مفصلين اه هل الشخص ده عاوز يرجع تاني في حياتك ويكون في حياتك فيه تقدم في العلاقة ولا العلاقة واقفة زي ما هي اه لو انتم مرتبطين هل الشخص ده ياخد قطوة وتبتدوا ان انتم اه تبقوا مع بعض في خطوبة او في علاقة رسمية ولا هيعمل ايه الكراءة دي هتبقى باول حرف من اسم الشخص اللي هتحطه ببالك او باختيار الاحجار الحجر الاول الحجر الاحمر الحجر التاني الحجر الشفاق وديه كراءة مجموعة رقم واحد والتانيه هتبقى لكم تحت في الدسكريبشن بوكس طيب لو انتم اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله ولو حد عايز كراءة مدفوعة يتواصل معي على رقمي رقم الواتساب بس امركوا دايما تحت في الدسكريبشن بوكس ننتدي باول قراءة نشوف اول حاجة طاقة الشخص ده ايه اكتش بوكس افتو او ملحبن احنف الملحبن افتو او ملحبن احنف انا ننتدي افتو اتصار افتو احيان او او اشبال نقد كمان ورقة من ورقة الطاقة طيب هو دلوقتي في طاقة التفكير الشخص ده بيفكر كتير الفترة دي بيفكر في حاجة هيعملها في حاجة ناوي انه يطور من نفسه فيها حاجة مزعالية حاجة تعبية بس انا شايف اكتر حاجة هو بيفكر في حاجة وجايته كلام تعبه كلام ضيقه كلام اصر فيه لان انا شايف افتاقة زعل وفي نفس الوقت برغم انه هو في طاقة زعل وبرغم انه هو في طاقة عصبية الفترة دي شوية وبالرغم انه هو في طاقة دفاع عن نفسه او طاقة انه عاوز يتكلم مع حد بس مابقاش غلطان يعني عاوز يرجع لحد بس مابقاش غلطان الا انه برضو حاسس بطاقة انجزام بطاقة تخاطر وطاقة حب يبقى الشخص ده طاقته الفترة الحالية ايه شايفاه فطاقة زعل زعلان من حد فطاقة عصبية شوية فطاقة الدفاع عن النفس لكن برضو ممكن يباين الكارت ده انه شخص ما بيحبش خالص يطلع نفسه بلطان اه ما بيحبش المواجهة عاوز لو فيه مثلا زعل بينك وبينه عاوز الزعل ده يمتهي بس مبقاش فيه مواجهة بينك وبينه يبقى اه كل الكلام ده بيفصر لي ايه انه في طاقة تفكير شديدا فترة دي حسن هو زعلان مكتايق فيه حاجة مخليافة حالة من الاكتئاب حالة من التعب النفسي ممكن تكون انت ممكن يكون حد تاني بس انا شايفها في الطاقة دي دلوقتي وفي طاقة عصبية اه زيادة عن اللزوم او شديدة اه بس في نفس الوقت انا شايفها ان هو حاسس بانجذاب ناحية شخص حاسس بتخاطر حاسس بحب حاسس باشتياء اه على حسب الشخص ده اه بالنسبة لك ايه انا شايفة ان فيه انجذاب وفيه اه تخاطر هو حاسس بيه في الفترة الحالية تمام؟ طيب شوفي انجذاب ده سبع ايه ولا سبع مين منجازل مين ده شكله وشخص انت تكراش عليه شخص انت معجب به اه ممكن يكون انت من اصدقاء هو حاسس بانجذاب وحاسس بحب وحاسس بتخاطر ناحية شخص ناحية شخص الشخص ده بالنسبة له صديق او فيه مرحلة الزميلة الشخص اللي هو منجازب ليه حاسس بالنسبة له بحب حاسس بالنسبة له بتفاهم بتناغم بتبادل اراء بتبادل فكر وحاسس بالنسبة له برضو ان الشخص ده حظ بالنسبة له او انه دخل حياته خلي حياته سعيدة كمان الشخص اللي هو حاسس به ده بيرقبه وعينه عليه على طول يبقى لو انت داخل تشوف لحد انت معجب به فالشخص ده معجب به وحاسس بالنسبة لك او حاسس من ناحيتك بتخاطر او حاسس بانجذاب شديد من ناحيتك او تمام؟ طيب وانتو بالنسبة لبعدة الوقت اصدقاء مفيش حاجة غير من انتو اصدقاء بس طيب 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 بس برغم انه هو كده برضو الشخص ده بيقص عليك وعينه عليك وحاسس بالنسبة لك بان انت الحظ بالنسبة له او السعادة بالنسبة له بس الاكتر التقضي الاكتر للناس اللي داخلين يشوفوا شخص هم معجبين به لان انا شايفة هنا برضو تبادل اعجاب وشايفة ان الشخص ده في محيط صدقتك يعني طيب لو انت الشخص ده كنت معاه في علاقة وهو دلوقتي صديق ليك برضو القراءة دي او الحتة دي بالذات تنطبق عليك حتة ان هو صديقك تنطبق عليك جدا هو صديقك بس حاسس منه حيتك بانجزاب كوي وبتخاطر يتخاطر معاك طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الجوزاء جدا او من برج العزراء او من برج العقرب او السرطان يبقى دي تكتب الفترة الحالية طيب هنشوف بقى هل انت المقصود باللي بينشره هل انت المقصود بحركاته لو انت بجدقى معاه في نفس المكان هلقاصل ان هو يعمل كده معاك مجموعة رقم واحد انت المقصود يعني انا لسه ما نزلتش اي حاجة بس انت المقصود انا لسه بنزل هو اول كارت اول كارت بيقول لي انت انا لسه تكاتل صلاسية هنا علاقات صلاسية انت عارف ان الشخص ده في حالة دقاج او حالة ارضوات لكن احسس ان هو معجبيك وانت كمان معجبي بصوا شخص ده ايا كان هو مين ايا كان هو بنسبالك اي دلوقتي طب انت معجبيه انت انفصلت عنه فيما بينكم علاقة دلوقتي يعني انتو مرتبطين او في حال الزواج بس انتو بعيد عن بعض في الفترة الحالية وانت مش عارف اذا كان اللي هو بينشره او اللي هو بيكتبه ده بيبقى اصدق به ولا لا طيب مهما كان الحاجة اللي انت احساسك بتقولك ان الحاجة دي ليك هي فعلا ليك لان انت شخص عندك حدث وشخص عندك قوة بصيرة وعندك قوة احساس لما بتحس بحاجة فعلا بتبقى فاح فالحاجة اللي انت حاسس بيها لان انت قدامي هنا الحاجة اللي انت حاسس بيها بيبقى فعلا دي ليك او الحاجة اللي بيكتبها دي بيبقى فعلا اصدق انت طيب انا اقول كارت عندي كارت ده لعناه انه الشخص ده بيبقى عينه عليك فلما بينزل حاجة على السوشيال ميديا بتاعته لما بيحط حاجة بيبقى حاطتها وحاطت عينه عليك انت هتفهمها ازاي بالنسبة لك او انت هتفهم ايه من الحتة اللي هو كاتبها او البوست اللي هو كاتبه او جزئية معينة هتفهم ايه منها بالصبت طيب انا شايفاه برضو لو علاقات ثلاثية او انت في علاقة مع حد او معجب بحد هو في حد في حياته تاني فلما بيكتب حاجة بيبقى برضو قاصد انه يسيطر على تفكيرك انت بالنسبة لعلاقات الثلاثية الشخص ده لما بيكتب حاجة بيبقى حاسس او عاوز يوصل لك رسالة انه يسيطر على تفكيرك وانك ما تنسهوش وما تبطلش تفكير فيه فبيحط لك حاجة تخليك تفكر فيه تاني او تشغل بالك به تاني لو انت ابتدت ان انت تنساه ده بالنسبة للعلاقات الثلاثية ودايما بيأكد لك ودايما بيوصل لك فكرة انه الوحده وانه مش مرتاح في علاقته التانية وانه سنجل ده بالنسبة للعلاقات الثلاثية تمام؟ طيب بالنسبة لشخص ده لو انت انفصلت عنه لو هو بينصر حاجات بمعنى انه نفسه يبتدي حب جديد او بيدور على حد او انه نفسه يبقى في علاقة مستقرة او الكلام ده كل ده معناه برضو ليك انت ان انت ترجع تاني في حياته وانك تبقى معايا لان الشخص ده متعلق فيك متعلق فيك جدا بالنسبة للمنفسرين الشخص ده متعلق فيك جدا بيبص عليك ويبتدي انه هو يكتب حاجات بغرض انه ممكن يخليك انت تتحرك ويتجيله او تتكلم معايا ولكن عاوز يرجع لك وعاوز يبقى معاك بس مش هو اللي يبتدي الكلام معاك ومش هو اللي يقولك انه عاوز يرجع لك انت اللي تيجي وتبقى معاك فممكن يكون بيصير غيرتك شوية بالنسبة للمنفسرين ممكن يكون الشخص ده بيصير غيرتك ببسطاته او بالحاجات اللي بيمشورها على التواصل الاجتماعي التاع السوشيال ميديا عاوز يبقى معاك بس مش عاوز يحصل عتاب مش عاوز يحصل اي حاجة وتلومه مبيحبش اللوم وعاوز انت اللي تبتدي تجيله لان الشخص ده متعلق فيك جدا 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 طيب بالنسبة لو الشخص ده انت موكب بيه ومتأكل انه مفيش في حياته حد ومفيش علاقات ثلاثية وشخص ده سنجل بالكامل الشخص ده بيرقبك وبوصص عليك ويعينه عليك طيب هل بيبقصت فعلا انه الحاجات اللي بنشرها غتي بنشرها ليك او بيبقصتك بنعمل توضيح بصوا لو الشخص ده بيحط او بينشر حاجات بغرض انه يبايل للناس انه واو انه جميل جدا مثلا شكل يعني مظهره او واو هو جميل جدا بالنسبة المستوى الاجتماعي او بتحس انه هو بيحب الفشفرة شوية بنفسه فالشخص ده بيبقى عامل كده عشان انت تنجذب ليه اكتر وان انت تحس باعجاب من لحيته اكتر لو هو من الاشخاص ده اللي بيبتدي يبايل نفسه انه واو او بيحط صغره في اماكن قويسة او بيكتبه استاد بتعبر عن انه هو ماليا كويس مثلا عنده عربية يعني بيبايل لك انه مستوى كويس جدا فالشخص ده بيبايل لك كده عشان انت تنجذب ليه اكتر بيبقاص ده هو الحتة دي ان انت تنجزب ليه اكتر فلو بيبينلك ان هو كويس جدا بالنسبة للمال وبالنسبة للشكل او المظهر طيب شوفك التانية ولو الشخص ده بيبينلك او بيحط بستات بغرض ان هو نفسه يلاقي الشخص المناسب يلاقي الشخص اللي يحتويه يلاقي الشخص اللي يكمل معه حياته اللي يقبله على حلبه وعلى مره او الحلو اللي فيه والوحش اللي فيه فبرده بيبقاصد ان هو يبينلك الحتة دي او انه بيقولك ان هو سنجل مفيش حد في حياته وانه لسه عاوز حد في حياته طب ليه بيعمل كده بيعمل كده عشان انت اللي تبتدي تتكلم معي برضو وانت اللي تبتدي تخش تقوله رسالة تبعتله رسالة او تبتدي ان انت تقرب منه اكتر طب ليه بيعمل كده ومش هو اللي بيبتدي ومش هو اللي بيقولك انه معجب بيك بيعمل كده لانه انسان انسان ما بيعرفش يعبر عن مشاعره ما بيحبش يعبر عن مشاعره وبيخاف على مشاعره من انها تتجرح فمش متأكد من اعجابك به فبيحاول يبين اي حاجة او يوضح اي حاجة عشان انت كمان توضح اعجابك به هو مش بيبين حاجة وممكن لو بيبين بيبين حاجات بسيطة ولكن هو بيحط حاجات من كده عشان انت تبين ان انت عاوز تبقى في حياته فلو هو كتب انه محتاج حد في حياته وتبتدي ان انت تتقرب منه فهو يبقى كده فعلا انت معجب به ده بنسباله هو تمام بس الشخص ده بيحط مستاد بينسل مستاد بينشر حاجات عشان يصير اعجابك وان انت تتقرب ليه اكتر وعلى فكرة الشخص ده بيرقبك حتى لو مش بيبين ان هو بيرقبك وبيفكر فيك فيه خاصية خاصية يعني على الواتف هي مش بيبين ان الشخص ده دخل شاف الستوري او الحاجات الزي كده وممكن يكون هون الاشخاص دي ولكن الشخص ده فعلا بيرقبك على مواقع التواصل الاجتماعي وعينه عليك وبيبص عليك يعني قصه الكرتين وبيفكر فيك وبيبص على صور ليك لو انت بتنشر صور ليك على مواقع التواصل الاجتماعي بيبص عليها جدا وبيدق فيها طيب نشيل ونشوف بقى تطور العلاقة مع الشخص ده عندنا برق الكوس وبرق العزراء برق الاسد وبرق السور السور ايضا وبرق اديني بس كده طيب نشوف اه بعد كده تطور هل العلاقة فيها تتطور هيتقى فيه حاجة هيتكالبه بشخص ده ولا يقعد ينسل طيب هسهبها والله يقعد ينسل في مستات وينسل في حالات من غير ميت كده شكرا بالنسبة للمنفصلين وانت عاوز ان الشخص ده يرجع لك تاني او لسه بقى عليه في حياتك في الشخص ده ان شاء الله بإذن الله هترجعوا البعض انتو الاثنين يعني اول طبقه طلعت لينا المنفصلين هترجعوا البعض هكون فيه بينكم حياة تانية جديدة غير الحياة القديمة بس ده بيتوقف على اني انت تكون لسه عاوز الشخص ده في حياتك تاني لو انت بش عاوزه خلاص ده بالنسبة للمنفصلين شخص ده فيه بينكم انتو الاثنين تخاطر انتو الاثنين فيه بينكم تواصل روحي جامد يعني كارت ده زاني مرة يطلع ممكن تكون حاسس ان الشخص ده السومية بتاعك او يشبه لك في حاجات كتير او دماغه زي دماغك او عايش نفس قصتك يعني حاسس انه قريب منك لو انت بقالك كتير معجب بالشخص ده وحاسس باعجابه ليك وبقالك كتير معاه فحين البقت ان الشخص ده يتحرك يتكلم لو انت لسه مش بقالك كتير معاه فالشخص ده هيقعدك شوية في طاقة رقود وطاقة مراقبة من بعيد لبعيد وطاقة انه ينشر بوستات وينسل حاجات يبقى اصدق بيها ولكن ما يتكلمش معاه بشكل مباشر لحد ما يتأكد من اعجابك به وبعد كده هيبتدي انه هو ييجي بسرعة او يتكلم معاهك او علاقتك به تتطور شوية لو بقالك فترة قليلة لسه لو بقالك كتير مع الشخص ده ويقعدك في حالة من الصمت يبقى هيبتدي انه هو يقرب منك ويتكلم معاك ويقولك بصراحة انه معجب بيك هو عنده شوية تردد الشخص ده ده بالنسبة لكل التقاطل المنفصلين والشخص المعجب يعني هو عنده شوية تردد هو بيبقى عنده شوية حيرة وتردد في الاعتراف بالحب فبيبقى عايز يتأكد مئة مرة قبل ما يتكلم انه انت كمان معجب بيه فعشان كده يمكن الشخص ده بقالك كتير معاه ولو مش بقالك كتير معاه فهتستنى معاه شوية لحد ما يبتدي انه يتكلم معاك بصراحة ويقولك انه معجب بيك فانا شايفة ما شاء الله فيه تطور في العلاقة سواء منفصلين او سواء شخص ده انت معجب بيه او شخص ده في حياته حد تاني وانت معجب بيه فيه تطور في العلاقة وفيه اعتراف ان الشخص ده المعجب فيه اعتراف انه معجب بيك والشخص اللي انفصلت عنه فيه رجوع طيب فيه كمان ممكن يبقى طاقت مطلقين وفيه بينهم اطفال فبيقولك لو انت مش عاوز الشخص ده فممكن تبص على اطفالك او تفكر فيهم عشان ما يتظلموش بالنسبة للمنفصلين طيب بيقولك انتو الانتين هتعوضوا مع بعض انتو الانتين هتتكلموا مع بعض واتفهموا بعض اكتر هيكون فيه تطور شوية للكلامة بينكم وهتقربوا وجهات النظر لبعض وهتقربوا انتو كشخص لتين من بعض طيب بيقولك كمان الرسالة دي لتجو كنترول ايشو طيب معنى الرسالة دي ان انت شخص مسيطر وبتتعصب شوية فخليك هادي خليك راسي خليك ريلاكس عشان ممكن يكون الشخص ده خايف انه يقرب منك بسبب ان انت شخص مسيطر وبتتعصب شوية هو عارف عنك كده فلو انت بنت وعارف عنك ان انت شخصية مسيطرة فها مش يعني الحتة دي هتبعده شوية عنك لكن لو ما عارف ان انت بنت هادية بنت يعني ثالثة هيحاول ان هو يقرب منك اكتر لكن طبعا انت عارفة ان الشباب او البلاد لو لاقا شخصية مسيطرة يخاف يقرب منها خصوصا كمان لو هو شخص مسيطر فهيبقى مين انها يسيطر فهيقول كده يعني ومش لازم حد يسيطر يعني مش لازم حد يسيطر على التاني بس هو طبعا الشاب طبعه ويبقى عايز يسيطر عندي هنا ابراج ايه عندي برج الحمل والدالو برج العقرب برج الجوزاء برج الجوزاء كتير قوي الكراءة دي يا جمع ممكن تكون انت برجك او برج هو طيب كمان في برج السرطان كده ما خلصت الكراءة هو مجموعة رقم واحد كده ما هو رقم عمين و الحجر الشفاف والحروف التانية حروف دي بحرف اسم الشخص اللي هتحطه في نيتك او الحجر الشفاف اهو ناخد اول حاجة توقف طيعة الشخص ده فتاقة محاسبة للنفس الشخص ده بحسب نفسه بيبص على نفسه وعلى حقيقته بيحاول يصلح من نفسه بيحاول يشوف وعمل ايه في حياته غلط وعمل ايه في حياته صح يعني زي دلوقت كده بيحاول انه يحاسب نفسه او يقف اقتام المرية ويشوف نفسه على حقيقته هايت بيشوف بقى اكتر طاقته ايه الفترة دي او بيعمل ايه هو كله ليه مجروح وكله ليه زعلان وكله ليه تعبان الفترة دي فيه ايه ياه الشخص ده ممكن يكون بعيد عنك في المسافة مسافر بعيد والشخص ده الوحده اه وتعبان من وحدته وتعبان من ممكن يبقى متغرب عن بلده وعن بيته حاسس بالوحده وحاسس بالاكتئاب حاسس بالانعزال اه تعبان الشخص ده نفسه انه يبقى في حياته ناس ويبقى في حياته اه او يرجع لبلده تاني لو شخص ده في بلد غير البلد اللي انت فيها انا شايف ان الشخص ده الوحده وزعلان وطعبان ومنعزل وشايف انه ممكن يكون هو مسافر بعيد بس انا قلتلك هو قاعد بيحاسب نفسه قاعد بيوزن اموره قاعد بيشوف هو عمل ايه غلط وعمل ايه صح هو عارف ناس مين صح سوري هو عارف ناس مين غلط بيعمل حسابي الشخص ده بيحاسب نفسه اه ممكن يكون بيأنب نفسه على حاجة عملها اه في حساب للنفس في الفترة دي او في الطاقة الحالية للشخص ده اه مع حساب النفس حاسس بالوحدة اه وحيد ولو هو في علاقة زواج فهو برضو وحيد هو لوحده وعاوز يبقى مع ناس عاوز يتعرف على ناس جديدة عاوز يشوف الدنيا عاوز يعيش سنه شخص ده ما عاشش سنه ويمكن هو دلوقت بيفتكر كل اللي مر عليه في حياته واعد في حالة حزن وحالة اكتقاب ولكن بالرغم من كده برضو الشخص ده عنده امل والرغم انه في حالة حزنه وفي حالة اكتئاب وعزلة وممكن يكون هو فعلا بعيد عن بلده وعن بيته وعن اهله ولكن هو برضو عنده امل في ذكره وعنده امل ان المرع عليه من صعب ان ربنا هيعوضه خير بعد كده ممكن يكون بيساعد حد في الفترة الحالية او بيفكر ان هو يساعد حد محتاج محتاج او يساعد حد من اهله من صحابه او اي حاجة يعني وكمان في حالة تركيز وفي حالة مرقبة على حد او على شيء وفي حالة تخاطر الشخص ده بيتخاطر معك الشخص ده بيتخاطر معك يعني مجموع رقب واحد بيتخاطر ومجموع رقب اتنين بيتخاطر طيب انا هشوف قعب بيرائب مين عشان يتأكد ورده بيرائب ومركز مع حد ترى مين بص انا عندي هنا اربع تقاف بيرائب مين لو انت شخص في حواليك معجبين في حواليك ناس وهو عارف كده فيبقى انت لو انت شخص قريب من ربنا بتدعي ربنا كتير عندك احساس عندك حدث من جواك او اللي بتحس بيحصل او الاشخاص اللي بتقول عليه مش كويسين فعلا بيبقوا مش كويسين هو عارف عنك الحتة دي بيبقى بيرائبك انت لو انت شخص متهور متحسبهاش بتقول كلامه متبقاش فاهم معناه او عايش حياتك بالطول وبالعرض ببتحسبش البكرة حاجة بيبقى بيرائبك أنت لو انت الشخص بخيل في المشاعر شوية ما بتعبرش عن مشاعرك فبتقولش او اي حاجة انت حسس بيها على طول قافل على قلبك مهما كنت بتحب الشخص ده وهو عارف عنك كده عارف عنك ان انت متعرفش تعبر عن مشاعرك هي بقى انت طيب تبقى الشخص ده اعبرائب كل التقاط دي وكل التقاط دي ممكن تكونوا انتو كلكم لان طبعا تقاط كتير بتتفرق فممكن يكون كل ده تمام ده بالنسبة لطاقة هذا الشخص وممكن تكون انت برج العقرب او هو او برج الحمل او هو كمان او برج الحمل تاني وهو برج الميزان برج السرطان والعزرق ممكن تكون انت او هو من البرج ده عايزين يشوف اهال الشخص ده اللي بيكتبه اصدق انت ده اللي بيكتبه اعبروا معهم اظهار الشخص ده اللي بكتبه اعتبر انت بصوا بالنسبة لما انفصلين فيه تقاط منفصلين هنا لو الشخص ده بيبتدي يحط حاجات او بينشر حاجات على موقع تواصل الاجتماع الخاصة به انه هو زعلان انه طعبان ان الفترة دي فيه حالة اكتئاب مهما كانت الفترة يعني مش قصد الفترة اللي احنا فيها دين يعني بعد ما سبته او بعد ما سابك على حسب مين اللي سابت تاني بس في انفصال سواء ان انفصال ده كنتم في علاقة او كنتم في حالة زواج وحصل طلاق لو الشخص ده بيكتب كده فالشخص ده بيكتب كده عشان يصير تعطفك معي عشان تحس ان هو من غيرك تعبان زعلان او سيرجعلك حياته مش تمام فهو بيحاول ان هو يصير اهتمامك بيه ويصير تعطفك وحنيتك عشان عارف ان انت شخص احنين طيب فيه طاقة تانية اه الشخص ده لو بينزل اه وبينشر حاجات بستات اه انه في حوالي ناس كتير وانه هو مبسوط اوي ويعني بصوا يعني يدايا ده العكس خالص يا اما زعلان اوي يا اما مبسوط وفي حوالي ناس كتير في ناس معجبين بيه برضو بيعمل كده بهدف انه يصير غيرتك الشخص ده بيبقى قاصل اه انه يدايقك يصير غيرتك او يصير تعطفك يعني فيه الطاقة دي وفي الطاقة دي تمام ناسبه للناس المنفصلين ويبقى من ذلك الشخص ده بيعمل كده هو مركز معك جدا 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 مهما كان هو بيكتب ايه بركز معك انت مهما كان حتى لو فيه ناس حواليه مركز معك انت تمام ده بالنسبه اول طاقة فلعيت لطاقة المنفصلين طيب اه للاشخاص اللي بيتكلم معاهم وبيحكي معاهم ويحس انه هو خلاص قرب منهم ده لناس المعجبين او الكراش اه بيحس انه هو قرب منهم وانه هو خلاص هيبتدي انه يتكلم وبتدي انه يعترف هوب مرة واحدة يختفي الشخص ده يتكلم معاك شوية ويختفي شوية يتكلم معاك شوية ويختفي شوية وانا شايف ان الشخص ده ممكن يكون في حتة تانية وفي بلد تانية غير اللي انت فيها انا شايفة كده ممكن يكون انت بتتواصل معاه فقط عن طريق التواصل الاجتماعي او ممكن تكون شفته مرة او مرتين بس هو نقل من المكان اللي انت فيه لبلد بعيدة او مكان بعيد وانتو دلوقتي بتتواصلوا عن طريق التواصل الاجتماعي مش بتشوفوا بعد كتير الشخص ده بيكلمك شوية وبيبيدعنك شوية طيب الشخص ده بيعمل معك كده بهدف ان انت يعني شفاه بقنا النزل دي الشخص ده بيعمل معك كده بهدف ان انت تحبه اكتر بهدف ان انت تبقى معجبيه اكتر يعني زي ما تقوله كده دي حيلة نفسية ليستخدمها عشان انت تبتدي ان انت تتقرب منه اكتر تحس ان هو راح منك ويبتدي ان انت انت اللي تقرب منه يعني بتدي ان هو يقابلك ويكلمك ويبدأ معاك وتحس ان حياتك حلوة وهو فيها ويبتدي يبيت عنك عشان انت اللي تقرب منه وانت اللي تبقى معاه الشخص ده بيعمل كده عشان تبقى معاه ويزيد اعجابك بيه طيب بالنسبة للمعجب برضو احنا خلاص خلصنا من المنفصلين فوق بنتكلم دلوقتي بنتكلم دلوقتي على الشخص اللي انت معجب بيه وحاسس انه معجب بيك الشخص ده بيعمل كده عشان انت يزيد اعجابك بيه طيب دل ان انت تتقرب منه بينشر بوستات بينشر حاجات بيبقى اصدق بيها عشان تبتدي ان انت تقرب منه طب ايه نوع البوستات ممكن يكون بينشر حاجات انه تعبان انه ما عندهوش حد في حياته يخاف عليه انه لوحده انه مكتئب انه منعزل انه موجوع قلبه انه مش لاقي حد يدويه ممكن يكون بينشر حاجات من الانواع دي بهدف انه تقرب منه ممكن يكون بينشر حاجات بيقصدك بيقصدك فيها بالتحديد انت بيبقى كاتب مثلا حاجات فيها تخاطر يعني ان انت تحس ان الحاجات دي ليك لان مجموع رقم واحد ومجموع رقم اتنين انتو اتنين في بينكم تخاطر لو انت حسيت ان الشخص دي اصدق بالحاجة دي هو فعلا اصدق وبعتها لك ميسج تخاطر لو كتب حاجة مش مفهومة او حاسس ان هي رسالة لحد ومش عارف اذا كانت ليك غير مباشر زي مثلا بيعمل هاشتات حاجة معينة بيحط رمز معين بيكتب حاجة يعني في حاجات كده تبقى انت حاسسها بس او انت حاسس ان هي ليك فمجموع رقم اتنين وبرده الشخص ده الحاجات اللي بينشرها بيبقى اصدق بيها سواء الشخص ده انت معجب بيه سواء الشخص ده انت مرتبط بيه وفيه بدكم دلوقتي انفصال او فيه دلوقتي زعل تغيبكن سواء الشخص ده انت انفصلت عنه انفصال تام كاطلاق مثلا او كانت mitä مثلا وفصلت معاوه بعد الشخص ده اصدق وفيه بدكم تواصل روحي وفيه بدكم لو انتا اتنين الي فهمينها. طيب في هنا ابراج برج الحوت برج السرطان برج الكوس برج السرطان ثاني بس كده طيب عايز اشوف بقى هل في تطور في علاقتكم ببعض ولا لا ان شاء الله بغضوا في انفراجة فين فراجة هنا هتيجي عليكم انتو الامرات في عراقتكم ببعض سواء انتو في علاقة سواء انتو مفصلت و سواء انتو اتمنى ببعض يعني فيه انفراجة هتحصل الكهرة ده contradict but�랑 و sewer qui امور لي ان فيه انفراجة وفي امل فيه تقديد في بدايات اتنين بيقرولي ان في انفراجة وفي امل في تجديد في بدايات جديدة هتحصل ما بينكم انتم الاتنين وخصوصا خصوصا للمنفصلين لانها جاية عن المنفصلين بالزبط طيب بعد كده بصوا لو انتم مش بتتكلموا مع بعض وانت حاسس ان الشخص ده الواحده او خد جنب الواحده هيبتدي انه يطلع من العزلة اللي هو فيها دي زي ما طلع فتاقته ان هو في عزلة هيبتدي ان هو يطلع من العزلة اللي هو فيها دي ومن عدم انه يبقى في علاقات اجتماعية في حياته وفي كلام في حياته كده وطريقة اللي هو مبلال فيها لكلام معاك والتحدث معاك اكتر وبدايات جديدة وامل جديد في حياتكم انتم الاتنين ده لو انتم مش بتتكلموا مع بعض دلوقتي في الفترة الحالية وحاسس ان هو بيعد وخد جنب هيبتدي انه يطلع من الموضوع ده ويبتدي انه يتكلم معاك تاني ويتكلم معاك اكتر ويمكن يتكلم معاك عن حاجات انت متعرفهاش في حياته هو صغير هيبتدي انه يحكي لك عليها ويقول لك عليها موضوح طيب انا شايفة ان في تطور في العلاقة بمجموع رقم اتنين في تطور في العلاقة وفي امل وفي حياة جديدة وانفراجة ان شاء الله بعد ما كنت حاسس بان الشخص ده بيبقى عنك وبقى الوحده او مبقاش يفكر فيك وفي اعتراف هنا هون في اعتراف وفي كلام هيتقال ممكن تكون اول مرة تعرفها عن هذا الشخص لان الشخص ده في حاجات في قلبه كتير محدش يعرفها اثناء ثقابه هيتدوا انه يتكلم معاك فيها ويقول لك عليها بشكل مباشر اااااااااااااااااااااااا آ اعتراف اراه اعتراف وللشخص انه انفصلت عنه شايفا انه هيلاقي المفتاح وانه هيبقى معاك او هيتكلم معاك وايعاوز يرجعلك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام اقتلكج thick semi اتكلم معاء عاytes عدد على meet نعرف نحن رايشين على فين بسط soulmate وفيه chemistry بيقول لك ان انت مع soulmate calling in your soulmate كلموا زي وقلت لك فيه لغة ما بينكم انتو لتين انتو لفرهمينها بس بيقول لك كلموا انده عليه وفيه chemistry فيه magnetic attraction في العلاقة دي فيه انجزاب قوي فيه chemistry بيقول لك ان الشخص ده قامل لك للحب افتح قلبك عشان تاخد وطاعتي يعني طاعتي وتاخد biggest energy الطاقة الكبيرة او اكبر طاقة من الحب ومن الانجزاب فيه هنا ابراج ايه طلع التاني برج العزراء او برج الاسد والسرطان بس طيب انا كده خلصت كراءة النهاردة يراب تكون كراءة النهاردة عجبتكم منطبقت عليكم ياريت ما تلسونيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان اوصل لكم كل جديد انا بعمله ولو حد دعاوز كراءة مدفوعة يتوصل معي على رقمي رقم الواتساب بصبرك دايما تحت بالديسكريبشن بوكس سوكرا لكم باي باي